نحن الآن برفقة ثوار جيش الفتح لنستطلع آراءهم حول خبر تحرير مدينة جسر الشغور أعطيك لعافي أخي كيف شعورك لما استقبلت خبر تحرير جسر الشغور؟ والله كان خبر مفرح لجميع المجاهدين والمدنيين عامة ربنا يكمل هذا النصر الجميل وأن يتم تحرير هذه النقاط التي نرابط عليها الآن كالمقبلة وجبهة المسطومة وجبل الأربعين الحمد لله والله فرحة كبيرة كثير اليوم بتحرير مدينة جسر الشغور ونبارك للأخوي المدنيين كانوا مهاجرين من جسر الشغور وعودتهم للمدينة والله فرحة كبيرة الحمد لله ونعد المدنيين النازحين بعود إلى بيوتهم بتحرير معسكر المسطومي وتحرير القرميد وجبل الأربعين ومدينة أريحة بإذن الله تحكي لنا شعورك لما استقبلت خبر تحرير جسر الشغور الحمد لله رب العالمين رفعت مانوياتنا كثير كثير بتحرير مدينة جسر الشغور والحمد لله تم تحريرها بأقرب وقت ما توقعنا أنه الحمد لله تتحرر بها السهولة بس الحمد لله بعزيمة أخوتنا المجاهدين دحروا هالصهايني الحمد لله عداء الله بأقرب وقته الله يكملها معنا هون إن شاء الله بيريف إدلب بمنطقة المسطومة والقرميد إن شاء الله بأقرب وقت يقوم تحرير هذه المنطقة كلها ويرجعوا أهالي هذه المنطقة لبيوتهم اللي مشردين ومنطلب منهم الدعاء يدعونا إن شاء الله لأهل هذه المنطقة كلها يدعونا بالسبات لأخوتنا المجاهدين إن شاء الله عسى أنه الله يفرج علينا بأقرب وقت إن شاء الله